اهلا ومرحبا بكم مشاهدنا الى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث نخصصها للحديث عن انتشار الاوبئة والامراض في محافظة تعز افاد مسؤول في وزارة الصحة بظهور فيروس جديد يطلق عليه غرب النيل في عدة مناطق بمحافظة تعز ونقلت وكالة الانضول عن المسؤول قوله انه تم التأكد من وجود عدد من المصابين بالمرض اثناء تلقيهم العلاج في مراكز صحية غير انه لا توجد حتى الان احصائية محددة حول عدد المصابين ويأتي ظهور الفيروس في ظل استمرار انتشار وباء حمد ضنك في تعز الذي ادى الى وفاة عشرة اشخاص مع تسجيل عشرة الاف حالة يشتبه اصابتها بالوباء منذ بداية العام الجاري نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين اسباب ومشاكل استمرار انتشار الاوباء في محافظة تعز ودور السلطة المحلية والحكومة الشرعية في الحد من مخاطر تلك الاوباء نذهب الان لمشاهدة هذا التقرير الذي اعده الزميل عبدالرقيب الابارة ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا اتت الحرب على كل شيء في البلاد بعد ان ادى انهيار القطاع الصحي الى انتشار امراض الكوليرا وحمد ضنك ومؤخرا فيروس غرب النيل الفيروس الذي يظهر لاول مرة في البلاد بات يهدد حياة الالاف من الاطفال بعد انتشاره في محافظة تعز مصادر صحية اكدت تسجيل عدد من المصابين بالمرض اثناء تلقيهم العلاج في مراكز صحية بمدينة تعز غير انه لا توجد حتى الان احصائية محددة حول عدد المصابين ووفق منظمة الصحة العالمية فان الفيروس الذي ينتقل الى البشر عن طريق لدغات الباعوض الحامل للعدوى يمكن ان يتسبب في الاصابة بمرض عصبي في الاثناء يواصل وباء حم الضنك انتشاره في المحافظة ما ادى الى وفاة عشرة اشخاص وتسجيل عشرة الاف حالة يشتبه اصابتها بالوباء منذ بداية العام الجاري 2019 وفي محاولة للحد من انتشار الاوبئة التي تجتاح محافظة تعز قام مكتب الصحة بالمحافظة بحملة رش ضبابي لمكافحة الباعوض في مختلف احياء المدينة وامام ما يعانيه البلد من ازمات انسانية وصحية عديدة تقف الحكومة الشرعية والتحالف عاجزين عن وضع حلول للانهيار الصحي في البلاد والذي يتفاقم من يوم الى اخر بسبب الحرب المستمرة منذ خمسة سنوات مرحبا بكم مشاهدينا مجددا واعود لتذكيركم بعنوان هذه الحلقة هو حول انتشار الامراض والاوبئة في محافظة تعز وظهور وباء جديد اسمه غرب النيل لربما نتحدث قليلا عن هذا الفيروس هو شبيه بحمى الضنك له نفس الاعراض حمى صداع ايضا هذا المرض لا يمكن الكشف عنه بسهولة هذا المرض مؤخرا ظهر في مدينة تعز نتحدث لماذا تكثر او ازدياد ظهور الامراض في محافظة تعز وايضا اين دور السلطة المحلية في مكافحة هذه الاوبئة والحد من انتشارها اذا مشاهدنا الكرام نرحب باول ضيوف حلقتنا لهذا اليوم من مدينة تعز نائب مكتب الصحة بمحافظة تعز عبدالله القياضي مرحبا بك معنا سيد عبدالله اهلا بكم حدثنا بداية عن طبيعة هذا الوباء وايضا اين انتشار ما هي المناطق التي ظهر فيها اهلا بكم أمe او راح ادبكم وفكافة الافواء أهلا بكم كل مستمعين والمشاعدين طبعا هذا واحد من الأبوية اللي تنتقل عبر النافذ والبعوذ لا يستطيع استكهير عن الأمراض المنقلة بوسط البعوذ وليس هو الوباء الوحيد الذي هو موجود الملاريا وحمى الظنج والحمى غرب وادمين واحد من الأمراض الذي تنشره البعوذ برأيك ما هي لا تختلف انتقاله أو البقاء منه ولا يجد هناك خوف بأن 80% من الحالات المصادة لا تظهر عليها الأعراض ولا تختلف حتى في الأعراض كثيرا ثم غرب وادمين عن حمى الظنج هو بعض الأشياء التخصيصة أنه تكون حينما صحوظة بشهالات هل سبق وأن ظهر الموضوع أين ظهرت كذا هو يعني ظهر في المدينة في المدينة التي ظهرت فيها نفس المضانة إذن هل سبق وظهر هذا المرض في اليمن أو نعم هل تسمعني سيد عبد الله كنت سألتك هل ظهر هذا المرض سابقا في اليمن وفي مدينة تعز لا لا اليوم المرضى ذكرت بأن هذا المرض ظهر في المناطق التي ظهر فيها أيضا حمى الظنج هل من أسباب لظهور هذا المرض لذا يعني هناك الأسباب هي نفس الأسباب التي تنقل بقية الأمراض نعم ما هي والتسمية أيضا نعم ما هي هذه الأسباب يعني هي ينتقل عبر البعض هل من حوامل يعني العوامل التي تساعد في إزدياد التي هي البعض نعم نعم تفضل إخوة كيف تقيمون عمل الجهات الرسمية والمنظمات الدولية فيما يخص دعم القطاع الصحي ومكافحة انتشار الأوبئة المستمر ظهورها داخل المدينة نحن نطمنا لدخول المواطنين بأنه مكتب الصحة والسكان مثلا بسرعة برحيم السامع مجرعة مكتب الصحة والسكان عمل العديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية والحمد لله تعالى بأنه الآن يعني انخفض عدد حالة الإصابة تبع جدا يعني لم يعد إلا تقريبا 10% من الحالة التي كانت تصابقا نتيلة السخور التي قام بها مكتب الصحة والسكان وتوجيهة الأخرى مع المحافظة المحافظة التعز الذي يعني وجه كافة المساتب التسنكيدية لجهة بات العلاقة مكتب الأشغال صحة البيئة صحة المدرسية مكتب الصحة والسكان بحملات الراش حملات التوعية إزالة البؤار هذا كل الإجراء يعني أدى إلى إصاب كبير في عدد حالات الإصابة وليقد هناك خوف ولم ترصد أي حالة وفاة بهذا المرض نعم طفضل بالبقاء معي سيد عبدالله أرحب بضيفي أيضا من مدينة تعز المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للتنمية الصحية وليد الوتيري مرحبا بك معنا سيد وليد مرحبا بكم أحييك وأحيي جميع العملية في قبر حدثنا عن نعم مرحبا بك حدثنا عن تفاقم الوضع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة في تعز كيف يمكن النظر إلى الوضع الصحي داخل المدينة والله يعني الوضع الصحي في محافظة تعز كغيره من محافظات الجمهورية اليمنية نتيجة الحرب الصراع تدهور ويعني كنتيجة حتمية للحرب المستمرة منذ سنوات أضف إلى ذلك بأن المنظومة الصحية في اليمن ككل كانت تعاني من أسوأ حالاتها منذ ما قبل الحرب وقعت هذه الحرب كما نقول بشكل مستمر ويعني زادت الطين بالله أدت إلى عودة الكثير من الأمراض التي كانت قد اختفت من اليمن نهائيا ابتدأت في أبريل 2017 بجائحة الكوليرا ثم تلتها العديد من الجائحات جائحة الدفتيرية والتي أودت بحياة العشرات خصوصا الأطفال وما تعاني حاليا محافظة تعز هو يعني وضع يعني طبيعي لترد الوضع الصحي نتيجة الحالة التي وصلنا إليها ولكن الأمور نحمد الله سبحانه وتعالى بدأت الأمور تتحسن كما أرد الأخ نائب مدير مكتب الصحة والسكان بطرعة الملقياضي هناك يعني تراجع نسبي في عدد الحالات التي تتلقاها غرفة عمليات مكتب الصحة والسكان و يعني إن شاء الله أنه سيد وليد كيف يمكن تقييم عمل الجهات الرسمية والمنظمات فيما يخص دعم القطاع الصحي والله يصفل الكريمة يعني القطاع المنظومة الصحية ليست مكتب الصحة فقط نعم ولكن هناك العديد من المؤسسات التي تعتبر من الرديف لوزارة الصحة أو رديف لمكاتر الصحة منها النظافة والتحسين الأشغال العامة المؤسسات المياه وغيرها من المؤسسات التي يعني تعاد كثير من هذه المؤسسات انهارت ولم تعد تقدم قد خادماتها نتيجة يعني شحة الإمكانيات طبعا أنا في نحوى الحديثي يعني لا أستطيع أن أحمل أي جهة أو أي طرف من الأطراف مسؤولية تدهور الوضع الصحي من أنه السلطة المحلية أو المكاتب الحكومية نعاني نعاني من دولة فقيرة من دول العالم الثالث من حرب والسرع جاءت ويعني جعلت عمل هذه المزارات أو عمل هذه المكاتب أشبه بالأمر المستحيل القهود التي يبذلونها الإخوة في المكاتب المذكورة التي أثرتها يعني قهود تكاد تكون يعني يعني كبيرة مقارنة بحجم الإمكانيات المتوكسرة لهم أما بالنسبة للمنظمات الدولية فأيضا هناك دور متميز وهناك دور رائع في ما يقدموه للمجتمع المجتمع المجتمع لكن استمرار الحرب والصراع كل يوم سيد وليد هناك اتهامات من قبل المواطنين للسلطة المحلية بإهمال الوضع الصحي أيضا أن القمامة تنتشر في شوارع المدينة أفتي الكريمة بالنسبة للسلطة المحلية السلطة المحلية أعتقد أنه انعكاس الوضع الذي في الجهات العليا كالجزارات والحكومة وغياب الدور الجانب هناك من يتحمل مسؤولية الوضع الصحي داخل المدينة تفضل بالبقاء معي سيد وليد أعود إليك سيد عبدالله هل لمسهم أي تحرك من الحكومة الشرعية والتحالف للحد من انتشار هذه الأوبئة طبعا المركز الملك سلمان قام بآمل قافلة من الإمجادات بالأدوية الحكومة يعني السلطة المحلية بالمحافظة صرفت المخصصات الخاصة بفلق الراش والتقصي وإزارة البؤر والتقصي الصحي الدولة رئيس المدينة الوزراء وقه بصرف مليار ريال لمماجهة الأووية الأمراض الوضعية بالمحافظة وترجع على المكاتب التي لها أو المكاتب الذهاب العلاقة مع مكتب الصحة السكان والأشراب والصحة البيئة وغيرهم المكاتب التنفيذية وإن شاء الله يعني أيضا المنظمات البائلة ترون في مجال التصفيف والإنم السحي أو في مجال الدعم بالأدوية المحالية الهنى الرحمة القطري دعمنا أيضا في الأدوية والمحالية الوريبية ونازلت المحافظة أيضا تتلقى دعم في هذا المجال هل يمكن القول أن هذا الدعم كافي وبالتالي السيطرة على الوباء وانتهائه طبعا طبعا في ظل الحروب والفاكر وانراف سوى التغذية وتكدس القمامة الكثير من الممارسات الخطئة ضعف دور المجتمع أيضا لأن الأمراض الوباء تعتمد كثير على موضوع النظافة واللي صحب به والأثر الشديد لأن كثير من الممارسات الضارة على الصحة تمارسها المجتمعات وبالنها الأمر تلقي باللوم على السلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان كثير من هذه الوية التي انتشرت بما في الحمى الضنك هي تنتقل عبر المياه المكشوفة وكان هناك كثير من الأواني المكشوفة محافظة تعز على انتداد خطوط جبهة تماث لا تستطيع الحقنا الوصول إلى أماكن توابض وتوالد البعود من صالة وشكة حتى يعني واد البابا ورباني هل تلقيتم أي دعم من قبل المنظمات الأممية أنتم في مكتب الصحة لمواجهة هذا الوباء لنحن قدم لنا وعود ونحن نتوار قدمت لهم الخطة ونحن ننتظر منهم أن يصل لذلك الدعم تفضل بالبقاء معي سيد عبدالله أعود إليك أستاذ وليد برأيك ما هي الخطوات الواجب اتباعها من قبل السلطة المحلية وأيضا الحكومة الشرعية لتفادي تفاقم الوضع الصحي داخل مدينة تعز الأهم أنه يتم تفعيل دور المستشفات الرئيسية في محاربة تعز المستشفات الرئيسية أربع مستشفات في محاربة في داخل مدينة تعز تكاستفتقر لأبسط مقونات تقديم الخدمة الصحية للمواطن أضف إلى ذلك لابد من تفعيل الصندوق النظافة والتحسين والذي يعني يستغل أيضا لأبسط الإمكانيات التي تجعل يقوم بدوره على الوجه المطلوب الصندوق النظافة والتحسين يعني البوادير والقابات التي يتم نقل النفايات والمخلطات الطلبة يتم استيجارها بإيجار أيضا إرادة صندوق النظافة والتحسين تكاد تكون شبه معدومة لابد من رفض هذا الصندوق بالإمكانيات والمعدات والتجهيزات اللازمة ليمارس عمله بالإضافة إلى أنه في معانا قضية مستمرة منذ سنوات عمال النظافة الذين يتقاضون رواتب بالأجر اليومي أحيانا تمر عليهم أشهر وهم لا يتقاضون يعني وأيضا لابد من تحسين وضعهم المعيشين كي يستشعروا بأنهم ضد من هذا المجتمع يعني ما يتقاضوه شيء بسيط ويسير أيضا إنعجام المياه إنعجام المياه تعز في كثير من تقارير المنظمة الدولية منذ التفعينات الماضية والتقارير تشير إلى أن المحافظة التعز من المدن التي تعتبر يعني تشتغر للمياه والمياه تكتف المعدومة أيضا هناك أدوار أخرى لابد من تفعيل الجانب المجتمعين كما أشار الدكتورنا أنه فعلا الجانب المجتمعين منظمات المجتمع المدني لابد أن تقوم بدورها على أتم وقه في تحشيد المجتمع وتوعية المجتمع وأيضا عمل يعني برامج موسعة لنتخلص من العوامل المسببة لنقل هذه الأمراض كانتشار القمامات وانتشار البؤاظ التي تتكثر فيها التي تتكثر فيها البعوض الناقل لحمضنا أعتقد جازما بأن ما تقوم فيه الحكومة والسلطات المحلية إلى الآن جهود متواضعة جدا لا ترتقي إلى أن تواجه مثل ما هذه الكارثة وإذا استمر هذه الجهود المتواضعة أنا أعتقد أنه العديد من الأمراض الأخرى بالإمكان أن تظهر نتيجة تردي الوضع الصحي نتيجة غياب معززات الصحة نتيجة أيضا العامل النفخي المواطن في تعز أو في غير تعز مع استمرار الحرب والصراع وطول مدتها هذا تسبب في ضغط النفخي والضغط النفخي يعمل على تخفيض خص المناعة لدى وإذا أثبت العلميا أنه الجانب النفسي جيدون كبير في إضعاف المناعة مما يجعل أي مواطن أكثر عرضة للمراضة وإدراك المرض أيضا الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيش معظم أبناء اليمن معظم أبناء اليمن الآن تحت خط المساكر الوضع الاقتصادي أن نعكس بدور سلبي على الحياة كثير من الأسر لا يجد قوت يومه فكيف يستطيع أن يواجه المرض ببيط مقاوية أو بغذاء لا يكمل يعني جميع متطلبات البناء الجسمي أو كيف يستطيع مواجهة هذه الأمراض دون ما يكون يعني يتغذر غذاء الصحي أو الغذاء المناسب الذي يجعله يعيش بشكل أبضل نعم شكرا لك وليد الوتيري المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للتنمية الصحية كنت معي من مدينة تعيز أعود إليك أستاذ عبد الله لو تحدثنا أكثر عن الإرشادات التي يجب على المواطنين اتباعها للحد من انتشار هذا الوباء وحماية أنفسهم من هذا الفيروس طبعا قبل ما بدأ في موضوع الوقاية أيضا منظمة الصحة الأرمية على رد على السوال الصادق وصلت اليوم عدارة عن شحنات أدوية لعدد 17 مرة الصحي كما أنها قدمت أيضا ثلاث حملات طبقة في شهر إبريل ويوليو وأغسطس من هذا العام لحملة رش بالصبابي مع إجارة البوار مع تفكير صحي أيضا كما ذكر الأخ جنيبي وليد بأن المنظمات الأممية أيضا يتد عن الصحة مع الجزة الصحة بشكل عام وتد دور كبير يعني ولازال الدور أيضا مؤمول عليها بشكل كبير جدا لأن لو لا تدخل تلك المنظمات لنهار النظام الصحي بالتأمل أيضا الأشياء التالية أنه لازال هناك الليجان التي شبتناها من قبل الصحة والسكان من غرفة عمليات لازالت الليجان الليجان بالدراسة والباحث المستمر بعملها بتعاون والتواصل والتنسيق مع المختبر المختبر المستحاء المركزي للتعاين ومقونا من الجامعة ومن الخبراء أما في حكاة اللقاية طبعا هي نفس اللقاية من الأمراض المنظمة بوسطة بالدعوض بشكل عام لإزالة الماكن تواقب المياه عدم ترك اللقواني مكشوفة الأمطاء والاحتفاظ لنياه البرورة أيضا يعني عمل النامسيات والشرق على النوافذ ويعني استخدام وسائل الرش للباحث داخل المنازل لأنه أيضا منقص عباد في بعض الأحيان في تخول الفرق الرش إلى هذه المنازل أو الوصول أيضا إلى الأماكن التي يتواجد فيها تولد وتواجد البائد ونسيجة كثرة المخلفات الموجودة من النسيجة الحجم وتعرض كثير من المنزان والخزانات المياه على أسطح المنازل تأثرت بالرصاط الراجعة والرصاط التي أتى إليها بشكل مباشر جدا نعم نكتفي بهذا يعني إزالة هذه الأشياء تجعل أيضا سيد عبدالله هل تسمعني إذن نكتفي بهذا القدر مشاهدين الكرام أشكر ضيفي عبدالله القياضي نائب مكتب الصحة بالمحافظة بمحافظة تعز كان معنا من هناك شكرا جزيلا لك أيضا ضيفي وليد الوتيري المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للتنمية الصحية شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة تحياتي وتحيات معين هذه الحلقة عبدالرقيب الأبارك ما هي لكم من الزملاء في الكنترول إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة